اثامنا من الميادين اهلا بكم و الى عنوينيا موسكو تؤكد ان وفد الاردن الى استانا اعلن استعداد الفصائل في جنوب سوريا للانضمام الى الهدنة وان فصل المعارض عن الارهابيين مستمر حماس والجهاد تحملان الاحتلال مسئولية ما جرى في غزة و تحاضره من مغبة التصعيد بعد سلسلة غارات اسرائيلية على القطاع موسيقى فيون يعتذر للشعب الفرنسي عن خطأ توظيف زوجته و اولاده كمعاونين برلمانيين و يعتبر الحملات ضده استهدافا لليمين موسيقى موسيقى وتون السحي ذكر استشهاد بالعيد الرابعة و السبسي يصيفه بزعيم الثورة و يجدد الثقة بكشف حقيقة اغتياله موسيقى اهلا بكم كشف رئيس الوفد الروسي الى استانا ان خبراء روسيا و تركيا و ايران حددوا خارطة المناطق تحت سيطرة النصرى و المعارضة المعتدلة كم اكد تقديم اقتراح بتشكيل مجموعات عمل لوضع مشروع دستور ولفت الى اعداد روسيا و ثقة تحدد شروط تهديئة في سوريا و الالتزامات الانسانية و تبادل الاسرة اجتماعات الخبراء من الدول الثلاث بدأت في العاصمة الكازاخية لبحث الية مراقبة التهديئة بتزام مع اعلان مشاركته في اجتماعات استانا يفعل الاردن مشاركته في محاربة داعش بغارات على مواقع التنظيم و احكام بالاعدة مع العناصر التنظيم في الاردن حسن عبدالله الاردن طرف جديد يشارك في اجتماعات استانا في حلقتها الثانية على مستوى الخبراء و ذلك لتثبيت وقف النار في سوريا تطور يدفع الى الاعتقاد بان عمان انضمت الى خيار البحث عن مقعد في قطار وقف الحرب في سوريا تمهيدا للمفاوضات السياسية يعني ذلك ان عمان ربما قررت التخلي عن اداء دورها السابق في المشاركة في ادارة الجبهة الجنوبية ضد الجيش السوري عبر غرفة عمليات موك و عن الحروب التي ادارتها للنيل من العاصمة السورية موسكو التي هيئت ونظمت بالتعاون مع ايران وتركيا اجتماعات استانا سعت منذ البداية الى اشراك الاردن في جهود وقف النار في سوريا لمعرفتها الوثيقة باهمية الدور الاردني وبتأثيره في قرارات مجموعات مسلحة كثيرة كان يأتيها الدعم والسند من طريق عمان في السنوات السابقة وبناء على هذا المعطى الجديد يتوقع ان يبدل قادة فصائل الجبهة الجنوبية ملابسهم تمهيدا للمشاركة في لقاءات استانا ولقد اصبح من المعلوم ان الحواضن السياسية لتهديئة الجبهات بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة تتسع تركيا شمالا ومن ثم الاردن جنوبا وهما الدولتان اللتان مكنتا مجموعات مسلحة كثيرة من تهديد ركائز سوريا في دمشق وحلب ومن ضمام الاردن سوى دليل اضافي على تراجع احلام اسقاط سوريا مدفوعا بمصالحه الامنية والسياسية والاقتصادية احداث الكرك الخطيرة التي عصفت من الاردن وتنامي التيار السلفي اضافة الى ما يشبه التخلي الخليجي عن دعم المملكة كلها عوامل تصوب للاردنيين مصالحهم الحقيقية في محاربة الارهاب والتوقف عن التورط في مشاريع ثبتت استحالة نجاحها ولسيما بعد نهاية الحلم باقتطاع حلب من الخارطة السورية وزير الخارجية الروسي سيرجيل افراف قال ان ايران تحارب الارهاب في سوريا بطلب من الحكومة في دمشق وفي مؤتمر صحفي مع نظيرته الفنزولية في موسكو قال الافراف ان ايران وروسيا وتركيا بحثت في استانا مسألة تشكيل وفد دمشق والمعارضة المسلحة لاجراء محادثات سياسية حول سوريا يجب ان نأخذ بعين الاعتبار انه لم ترصد اي اتصالات لايران بتنظيم داعش او جبهة النصرى او اي جماعة متشددة مدرجة على قيمة المنظمات الارهابية لمجلس الامن اكثر من ذلك فان طهران تساهم في مكافحة داعش بناء على طلب من الحكومة السورية اجتماع استانا هو تكريس للاتفاق الذي تم التوصل اليه في وقت سابق بان يجري التركيز على عمل مجموعة مشتركة من الدول الضامنة التي تهدف للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار من قبل جميع الجهات عادت عشرات العائلات الى بلدة الديابية في اطار اعادة المدنيين الى بيوتهم عودة المدنيين تشول نحو خمسة وعشرين الف شخص وتستمر عدة اسابيع بعد انجاز الحكومة السورية تأهيل البناء التحتية وحمد الخطر ام ميزر في طريق العودة الى بيتها في الديابية رحلة انتظرتها منذ اربع سنوات تركت المرأة وعائلتها كل شيء تحت وطأة الحرب وغادرت تعود اليوم مستندة الى ابنها ميزر الجندي المصاب في ريف اللاذقية ميزر لا يخفي فرحته برؤية منزله شوقه الى الحارة والبيت دفعه لمغالبة وجعه لم تفاجأ العائلة بحجم التخريب وسرقة الاثاث يعولون على انهاء صفحة والبدء من جديد واحد فتع بيته يعني لقياه شعور يعني غير شيء يعني منه انه بده يرجع يشوف رفقاته جيرانه اهله عزوته يعني ما عد شفناه يعني ترجع الحياة يعني ان شاء الله ندعي يا رب انه ترجع الحياة مثل ما كانت بالاهل الديابية حالة لا يتمالكوا اخرون وجعهم جراءها سيدة اخرى بدت مصدومة من حجم الخراب في بيتها بيتي كله محروق كله حاطره يدفعلي كله محروق مظلم ها وجوزي يحراب راح يشغرات كمان انضرب شهيد يعني لا ناتب ولا شيء انا كلهم بنات عندي ترتبات اعادة الاهال الديابية تمر عبر مرحلتين تبدأ بعائلات العسكريين والشهداء وتليها عائلات الموظفين والمدنيين وتشمل نحو خمسة الاف عائلة وضعت الخطط لاعادة تأهيل البناء التحتية التي دمرتها العصابات الارهابية المسلعة كاملة بالتنسيق مع السيد رئيس مجدراء والسيد وزير ادارة المحلية والجهات المعنية تم تأمين الاعتمادات اللازمة وتم اعادة تأهيل كامل البناء التحتية بحيث سيجد اهلنا المواطنين لهم حين عودتهم ان كامل الخدمات ستؤمن لهم نحن مستمرون في عودة الاهالي لجميع المناطق التي حرر جيش العربي السوري عودة الاهالي الى الاديابية توسع حضور المدنيين في ريف دمشق الجنوبي وتكرس حالة امان واعمار يتولاها الاهالي على مدخل العاصمة الجنوبي محمد الخضر من الاديابية في ريف دمشق الجنوبي الميادين سلسلة غارات شنتها طائرات الاسرائيلية اليوم على قطاع غزة خرها استهدف شمال غرب القطاع والمناطق الشمالية لمدينة غزة وكان قصف اسرائيل استهدف موقع الادارة المدنية شرق جباليا شمال غزة قوات الاحتلال كانت أطلقت نيرانها الكثيفة على مرصد كتائب القسام شرق حي شجعية بعدما استهدفت مدفعيته نقطتين رصد للمقاومة شمال بيت لهيا كما تحدثت عن سقوط صاروخ على عصقلان مصدره القطاع حركة حماس والجهات حملتا الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية كاملة عن تداعيات التصعيد الأخير ضد قطاع غزة مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أكد للميادين أنه تجري مراقبة التطورات عن كثبة مقاومة ستقوم بدورها وبوظيفتها وبواجباتها لحماية الشعب الفلسطيني والرد على الاحتلال لكن نحن لا نريد الآن أن نذهب بكل تأكيد ولا نتمنى التصعيد ولا نتمنى الحرب بالمعنى لكن إذا ما فرضت هذه الحرب وإذا ما ذهبت إسرائيل ما هو أبعد من ذلك في تصعيدها هنا إذن ستكون المقاومة كما قلت ملزمة أن تقوم بدورها وبواجبها وعلى إسرائيل أن تصمم هذه الردالة جيدة أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح لإسرائيل بالعبث في أمننا وفي حياتنا أنا أشكد في الرواية الإسرائيلية حول إطلاق صاروخ منطق غزة ما يجري الآن منطق الإسرائيل يبدو أن نتضير للأزمة التي يعيشت إياه قدم مرشح الرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون اعتذاره إلى الفرنسيين بسبب توظيف زوجته وأولاده كمعاونين برلمانيين فيون أكد أنه مستمر في ترشيحه وأشار إلى أن الحملات التي يتعرض لها تستهدف اليمين الفرنسية أقدر تعاون الوثيقة خلال العمل مع زوجتي وأولادي الذي بدأ يخلق جوا من عدم الثقة كان ذلك خطأا وأنا نادم عليه بشدة وأعتذر للشعب الفرنسي على ذلك لقد تصرفت كالكثير من البرلمانيين الفرنسيين كما كنت أخطط له بشكل قانوني لكن من الواضح الآن أن مواطنين لم يعودوا يريدون هذا الطريق وسط مظاهرات احتجاجية على الزيارة التقت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي نظيرها الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في لندن وبحثت معه الملفين الفلسطيني والإيراني موسى سرورة بن يمين نتنياهو في زيارة إلى لندن لتشكيل جبهة معادية لطهران جبهة يسعى من خلالها إلى إلغاء الاتفاق النووي الذي وقعه المجتمع الدولي في تموز يوليو عام 2015 مع إيران رئيسة الوزراء البريطانية ناقشت مع نظيرها الإسرائيلي في أول لقاء بينهما العلاقات التجارية بين البلدين فضلا عن إثارتها ملف المستوطنات التي برأيها تقود فرص السلام إسرائيل تسعى دائما إلى جعل إيران العدو الأكبر لدول الشرق الأوسط وإذا كانت لا تريد لإيران امتلاك أسلحة نووية فلماذا هي إذن تمتلك السلاح النووي كما أنها لم توقع على الاتفاقات الدولية بخصوص الأسلحة النووية الحكومة البريطانية التي صوتت منذ مدة لصالح قرار دولي يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية أصبحت مواقفها بشأن القضية الفلسطينية أكثر دمضية بعد أن امتنعت عن حضور مؤتمر السلام في باريس زعيم المعارضة جيرمي كوربين الذي لم يطلب موعدا للقاء الضيف الإسرائيلي طرب من تيريزا ماي أن تؤكد لزائرها وقوف حكومتها بطريقة لا لبس فيها خلف حقوق الفلسطينيين منذ صدور قرار مجلس الأمن بخصوص المستوطنات أعلن نتنياهو عن نيته بناء ستة آلاف وحدة مستوطنية لدى على تيريزا ماي أن تتعامل مع المستوطنات على أنها غير شرعية وأن تعلم نتنياهو بذلك وأن تفرض كذلك حظرا على استيراد منتجات من المستوطنات إلى المملكة المتحدة في الشارع لم تكن زيارة نتنياهو محل ترحيب ونشطاء السلام والمنظمات الحقوقية تظهروا أمام داونينغ سريت وطالبوا تيريزا ماي باستخدام نفوذها لوقف بناء المستوطنات وبحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب ممالساتها الوحشية ضد الفلسطينيين يخشى المراقبون أن يترأى تحول في استراتيجية بريطانيا الخارجية بسبب محاولات تيريزا ماي كسب ثقة الرئيس الأمريكي الجديد محاولات ربما قد توادي إلى التقارب أكثر مع مواقف ترامب بشأن ملف الشرق الأوسط فيجعلها إما أن تخفف حدة مواقفها تجاه سياسة إسرائيل الاستيطانية أو تشدد سياستها تجاه طهران مصصر لندن الميادين القوة الصاروخية في الجيش اليمني أعلنت عن إجراء تجربة ناجحة لصاروخ باليستي وصل إلى هدف عسكري في الرياض بيان الجيش أوضح أن التجربة رد على استمرار العضوان السعودي وذكر أن صاروخا باليستيا أصاب هدفا عسكريا في الرياض بنجاح مصادر مطلعة قالت للميادين أن الصاروخ استهدف قاعدة عسكرية في منطقة المزاحمية غرب الرياض فاصل قصير ونتابع بعده هذه النشرة من جديد أهلا بك جدد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ثقته في الكشف عن الحقيقة كاملة في قضية اغتيال شكر بالعيد وخلال إشرافه على تدشين ساحة شكر بالعيد لحقوق الإنسان بتونس العاصمة وصف السبسي بالعيد بزعيم الثورة عماد اشتارة السادس من شباط فبراير 2013 خطفت رصاصات الغدر روح شكر بالعيد الطاهرة أربع سنوات مرت على الجريمة ومازالت تونس تفتقده وتفتقد مواقفه الثورية التي باتت جزءا من ذاكرة التونسين شكر بالعيد يخلد اليوم كما يخلد الزعماء الكبار زعيما وطنيا جامعا للتونسيين على اختلاف ألوانهم السياسية وعلى رأسهم الرئيس باجي قايد السبسي الذي دشان ساحة سميت باسم الشهيد شكر بالعيد لحقوق الإنسان وسط العاصمة التونسية بالنسبة لي هو زعيم الثورة أنا مسألة العرفة الثورة هذه قامت بها الشباب ليس مؤثر ولا عنده مرجعيات برهبية ولا مرجعيات دينية ولا التزانات خارجية لكن تم تثورها تم رجال قام وفي مقدمتهم شكر الله كشف الحقيقة مطلب وطني بقي معلقا رغم الوعود من أعلى هرام السلطة فالجريمة معقدة ومسار التحقيق فيها وصف بالموجه والبعد عن الجدية في ظل اتهامات لأطراف سياسية بممارسة ضغوط على القضاء ما يستدعي تمسك هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بمطلب كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين مهما طال الزمن هذا ما ينفيش مسؤولية الدولة ومسؤولية المؤسسات الدولة ومسؤولية رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان اللي تعكس رؤية المجتمع والمواطنين التونس لكل ما زلت مسؤوليتها كبيرة وطالبين منها بشكل أكثر إلحاح اليوم أن يتسعى نحو معرفة الحقيقة وترسخ المناخ السياسي اللي يسمح بمعرفة الحقيقة من هم وراء عميلة الاغتيال ما زلوا نفذين في السلطة وبالتالي يستعملوا في كل الطرق لحجب الحقيقة على التونس لكن احنا نأكدونهم أن الحقيقة سوف تكشف ومش نظلوا وانطاروا بها احنا وبقيت التونس الكل وباش نوصلها ان شاء الله إلى السماء ارتقت روحه بالعيد وثابتة في الأرض بقيت مواقفه الثورية تلهم الأجيال من بعده معنى الفداء وحب الوطن أسوة بكبار الزعماء والمناظلين يخلد اليوم شكر بالعيد في الذكرى الرابعة لاغتياله شهيدا لكل تونس وزعيما لثورتها ليقترن اسمه بقضايا حقوق الإنسان وطنيا ودوليا عما تشترى تونس الميادي وحول هذا الموضوع تنضم إلينا من تونس النائبة في مجلس نواب الشعب عن كتلة الجبهة الشعبية السيدة مباركة لبراهمي أهلا وسهلا بك معنا سيدة مباركة يعني قضية الشهيد بالعيد هي تماما كقضية الشهيد لبراهمي المطلب هو واحد هو الحقيقة بعد كل هذه السنوات أين هي الحقيقة اليوم؟ نعم شكرا على هذه الدعوة الحقيقة الحقيقة لازالت في رفوف وزارة الداخلية ولازالت في دوائر وزارة العدل لا يراد لهذه الحقيقة أن تكشف لأنه هناك ارتباطات يعني معلومة لدى الحكم الآن لدى الحكومة في عهد الترويكا حيث نفذت زرز جرائم اغتيالات سياسية في تونس في حق الشهيد شكري بالعيد في ستة اثنين الفين وثلتاش ثم في حق الشهيد محمد براهمي في خمسة عشرين سبعة الفين وثلتاش أحنا يعني عائلات الشهداء وأحزاب الشهداء والجبهة الشعبية وغالبية ساحقة من التونسة أدنا ما حدث ووجهنا أصابع الاتهان إلى الدولة التونسية باعتبارها متورطة في جرائم الاغتيالات بالوثائق الشهيد شكري بالعيد تم تجريمه على معناها على الملأ في قنوات التلفزيون من طرف وزراء ومن طرف نواب وتم تهديد المعارضة داخل مجلس نواب الشعب بالسحل في الشوارع وبتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف وهاهم معناها نفذوا جريمتهم ثم أفلحوا إلى حد ما في الهروب من العقاب اليوم الذكرى الرابعة لاغتيال واحد من قيادات الثورة التونسية وواحد من قيادات الحراك الاجتماعي ما قبل الثورة وعرف عن الشهيد شكري بالعيد صوته العالي جدا في وجه النظام الفاسد أيام بن علي وحتى قبل بن علي أيام بورقيبة وخاصة تمت المواجهة بينه وبين حكم الترويكا في السنوات الأخيرة بعد الثورة بعد أن استرتبى للإخوان المسلمين الحكم وبدأوا في تصفيت معارضهم أملا في تحقيق ما وعدوا به الدوائر الاستعمارية والرجعية العربية والصهيونية أيضا من استتباب الربيع العربي ولكن خسئوا سيزهر الربيع طبعا ولكن ليس ربيع الإخوان المسلمين الدموي أفهم منك أن هناك أطراف هي التي تقوم بهذا الضغط لكي تبقى هذه الملفات في أدراج العدل والداخلية وليس كما يقال أن مسار القضية معقد مسار القضية أوضح ما يكون وهناك قضايا رأي عام معقدة وكشفت الحقيقة فيها ملف الشهداء وخاصة الشهدين شكري بالعيد ومحمد براهمي هي ملفات في غاية من الوضوح طبعا هناك مساء الإجرائية ولكن المساء الإجرائية هذه يعني ذللت وتذلل لو توفرت الإرادة السياسية هذه قضايا اغتيال سياسي تصفية معارضين زمن معين في فترة الترويكا عندما كان الإخوان المسلمون ماسكين بالحكم لوحدهم واليوم هما شركاء مع اليمين الليبرالي وبالتالي فإنه لا مصلحة لهذا الحكم في أن تكشفها الحقيقة لأنه ستتورط فيها أطراف عديدة كما أن الوضع الإقليمي أيضا لا يسمح لهم بكشف الحقيقة لأنه لما تكشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد براهمي ستتداعى الحقائق وستكشف شبكات التسفير إلى سوريا سيكشف من مول الإرهابيين هنا ومن دعمهم ومن دربهم ومن أرسلهم إلى سوريا وإلى ليبيا وإلى العراق يعني ليعيثوا في شعبنا العربي هناك ذبحا وتنكيلا وتقتيلا اليوم أنت نائبة في مجلس نواب الشعب عن كتلة الجبهة الشعبية وأرملت الشهيد الابراهمي تلقي باللوم على هذه الحكومة ومؤسسات الدولة وأيضا شقيق الشهيد الابراهمي عفوا بالعيد وأرملت أيضا يرمون باللوم على هذه الحكومة وأن من متهم باغتياله هو موجود اليوم في السلطة اليوم أنت نائبة في مجلس نواب الشعب عن كتلة الجبهة الشعبية ما الحل أمام هذا الواقع الذي تتحدثين فيه هل هو الصمت والانتظار فقط لتشين ساحة أم يجب اللجوء إلى حلول أخرى منها كان البعض يتحدث لماذا لم يتم تدويله هناك جهات دولية معنية بكشف حقائق لهكذا جرام نعم هو بدءا مسألة ألقي باللوم أننا نلقي باللوم آسفة هي ليست دقيقة نحن نتهم نحن وجهنا الاتهام إلى أطراف سياسي سياسية معينة بتورطها في الإرهاب ونحن قلنا ولازمنا نقول أن قضية شهدائنا شهيد شكري بالعيد والشهيد محمد إبراهمي ليست قضية شخصية لم تعد قضايا عائلاتنا صحيح نحن فجعنا في أزواجنا وفي إخوتنا وفي أصدقائنا بهكذا عمليات ولكننا نعتبرها قضايا وطنية وقضايا قومية لأن ما مست تونس من عمليات إرهابية مست أجزاء كبيرة من الوطن العربي وبالتالي الحل هنا الذي ستذهب إليه السلطة هو توجيه الاتهام لبعض المرتزق البائسين الذين نفذوا الجريمة وقبضوا مقابل ذلك مالا هؤلاء بالنسبة لي أنا لا أنظر إليهم أنا أنظر من وراء المشروع التخريبي الذي يمس الأمة العربية بحالها لذلك نحن طالبنا في حزبنا التيار الشعبي وفي الجبهة الشعبية طالبنا بمؤتمر وطني للإرهاب تحدد فيه المسؤوليات من درب هؤلاء من جاء بالدعاة الوهابيين التكفيريين إلى بلادنا من صفر إلى سوريا عبر تركيا من صفر إلى ليبيا كيف دخل السلاح إلى بلادنا نحن هذا ما نبحث عنه بالنسبة لنا محمد إبراهني أين سيكون المؤتمر في تونس؟ طبعا نحن نتحدث يجب أن يكون في تونس هذا مؤتمر ليش؟ نحن لسنا دولة تحت الاحتلال نحن دولة نطالب بمؤتمر وطني يعالج مشكلة الإرهاب في تونس كما أن مشكلة الإرهاب في تونس ليست معزولة نحن نطالب بعودة العلاقات مع سوريا الشقيقة لأن 75% أو أكثر من حقائق الملف الإرهاب في تونس هو بيد الدولة السورية لأن الألاف جندوا وذهبوا إلى هناك ملفاتهم في سوريا ومن أراد أن يكشف شبكات التسفير فليتجه إلى سوريا هناك الحقيقة وهنا نفهم لماذا هذه الحكومة الآن يعني ليست متحمسة لإعادة العلاقات مع سوريا لأن أطراف في الحكم متورطة في الإرهاب ومتورطة في شبكات التسفير وشجعت على تسفير الشباب إلى سوريا هؤلاء مازالوا في الحكم الآن ولا يريدون أن تعود العلاقات مع سوريا كذلك أيضا نحن نطالب بأن يكون للدولة التونسية إذا كانت هناك نوايا صادقة في محاربة الإرهاب نطالب أن تكون للدولة التونسية دور إيجابي وفعال في الملف الليبي عبر حوار وطني ليبي ليبي لا يقصي أي طرف وعبر أيضا أن لا تبقى الحكومة التونسية والدولة التونسية مرتهنة لجماعة اسمها جماعة 17 فبراير الليبية هي اللي ساس الخراب في ليبيا وفي تونس أيضا يجب أن تكون الدولة دولة كل التونسيين وعلى الحكومة أن تكون حكومة كل التونسيين وليست حكومة أطراف معينة أو حزب سياسي معين برأيك سيكون هذا السيناريو سهل سيدا بكا وله أجندات دولية سيكون هذا السيناريو سهل هذا السيناريو الذي تتحدثين عنه في الخطوات المقبلة سيكون سهل يعني إذا كانت الحقائق وضعت في أدراج الداخلية والعدل وهناك ضغوطات ما تقولينه اليوم هل سيكون بالسهل البدء به سيدتي لو توفرت هناك إرادة سياسية جادة لإنقاذ تونس لكان سهلا ولكن يبدو أن الأطراف الحاكمة في تونس مهمتها فقط إنقاذ أحزابها وليذهب التونسيون والعرب جميعا إلى جحيم هذه الجماعات الإرهابية نحن بإمكانياتنا نحن لسنا في السلطة نحن الجبهة الشعبية في المعارضة ولكن بإمكانياتنا المحدودة هذا ما كنت أقصد نعم نحن نطالب دائما وأبدا ومجددا ولن نتوقف عن هذا المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب وليس مؤتمرا يعني احتفاليا وإن مؤتمرا لتحديد المسؤوليات نحن لا ندعو إلى إقصاء أي طرف سياسي متى سيكون هذا المؤتمر؟ متى موعد هذا المؤتمر؟ يجب أن يكون هذا سيدتي هذا وعدت به الحكومة وعدت به الأطراف الحاكمة إبان حملتها الانتخابية كيف ما وعدت بكشف حقيقة الإغتيالات السياسية وذهبت أول ما استقر لهم الحكم ذهبت هذه الوعود أدراج الرياح نحن ضحايا الإرهاب ونحن لن نتوقف عن المطالبة بهكذا مؤتمر جدي وأن تعود العلاقات مع سوريا سيدة مبانكة بشكل سريع اليوم افتتاح تدشين هذه الساحة باسم الشهيد بالعيد يعني بعد أربع سنوات على اغتياله هذا فقط ما نشاهده اليوم رغم الوعود بكشف الحقيقة هل فقط أن نرى تدشين ساحة يقلقك على مصير قضية اكتشاف الحقيقة في قضية اغتيال إبراهمي أيضا؟ الحديقة التي وقع تدشينها أو الساحة التي وقع تدشينها من طرف السيد الرئيس الجمهورية اليوم هي ساحة جميلة ولكن هذا أقصى ما يمكن أن يفعله السيد الرئيس أمام هذا الائتلاف اليميني الرجعي الذي لا يبالي بمستقبل البلاد أقصى ما يستطيعون أن يقدموه أن يدشنوا ساحة أو شارعا باسم هذا الشهيد أو ذاك وقد دشنت فيما مضى ساحات وشوارع وأنهج باسم شكري بالعيد أو باسم محمد إبراهمي نحن لو دشنت كل تونس باسم شهداء الجبهة الشعبية لو سميت تونس على اسم هؤلاء فإن ذرة عزيزة من دمائهم لا تساوي كل هذه الساحات أو الشوارع أو التسمية شكرا لك يا سيدة مباركة إبراهمي نائبة في مجلس نواب الشعب عن كتلة الجبهة الشعبية كنت مباشرة معنا من تونس تذكير بعنويني هذه النشرة موسكو تؤكد أن وفد الأردن إلى أستانا أعلن استعداد الفصائل في جنوب سوريا للانضمام إلى الهدنة وأن فصل المعارضة عن الإرهابيين مستمر حماس والجهاد تحملان الاحتلال مسؤولية ما جرى في غزوات تحضره من مغبة تصعيد بعد سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع فيون يعتذر للشعب الفرنسي عن خطأ توظيف زوجته وأولاده كمعاونين برلمانيين ويعتبر الحملاء ضده استهدافا لليمين موسيقى وتونس تحيي ذكرى استشهاد بالعيد الرابعة والسبس يصفه بزعين الثورة ويجدد الثقة بكشف حقيقة اغتيالي المزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر على صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة